لازم اقوله كابتن اسلام انت من الناس الرياضيين للجمال اوي اللي كاراكتر كده خاص بيه كده محتفظ بأسلوب الجميل اللي انت وانت لاعبين لغاية النهاردة الراقي في الكلام الراقي في توصيل المعلومة كابتن اسلام الشاطر لما كان معانا في منتخب مصر الولمبي وكان معانا في منتخب مصر الاول عمره ما سمعت له مشكلة عمره ما عرفت الي اسلام الشاطر عمل مشكلة او بيلعب او ما بيلعبش او عمل مشكلة محد من زي ما يقول له بالعكس كان كده زي ما يقوله بالسم فطبعا لو اتكلمت كلام كتير او مش اوفيله يعني حقه لكن لو حبيت اتكلم على وهو لاعب كان لعب مميز لعب اي مدرب كان يتمنى يبقى عنده لعيب بيلعب في اكتر من مركز كان كابتن اسلام بهذه المواصفات اللي هو كان بيلعب باكيمين وكان بيلعب سير دي باك كابتن اسلام الشاطر انا اتذكر اللي هو كان له موقف معانا انتخب مصر الاول بالذات اولا هو ابدع في انتخب اولمبي بصراحة يعني عمل موطشات كبيرة جدا وكان هناك منافسة شديدة في مركزه في هذا جيل يعني كان اسلام الشاطر ابراهيم حسن ياسر ردوان احمد فتحي كرم جابر كان يعني بتحط في المهمة اللي هو فيها كان بيديها على اكمل وجه وما كانش بيأثر باي موجود خالص هتقول ايه لابن لول بقى كابتن علاء قصة كفاح معايا انا اعرف كابتن علاء من سنة ربنا يديله الصحة ويدينا الصحة احنا لس صغيرين انا هو لكن كابتن علاء من خمسة وتسعين ستة وتسعين تخيل والله العظيم يا كابتن فالشخصية محترمة جدا اتعلمت منه حاجات كتيرة جدا جدا كمدير فني وكمدرب كان دايما بيبقى هو قريب بالتعرف المدرب دايما المساعب بيبقى دايما قريب من اللاعبين قريب من اللاعبين الخصوصا اللي بيبقوا بعيد شوية احنا كنا بعيد لسا صغيرين فكنا بعيد يعني عن عن الفريق الاساسي عن الكابتن موريم حسن وكابتن ياسر ردوان زي ما هو بيقولك كده اسماء كبيرة جدا فكابتن علاء كان دايما بيبقى معايا في كل حاجة وبيقف معايا في كل حاجة وحتى لغاية دلوقتي الحقيقة انا بستعين به في امور كتيرة جدا وبردو الحقيقة لما بيعوزوا في اي وقت بيبقى موجود شوية كلام كويسين اهوت اه علاء اهو من اه لا دا اخويا وحبيبي طبعا طبعا لا علاء شخصية جميلة شكرا